إنها ومضات خاطفة تحدثنا عن شيء من أوجاع حسين التي ترسم لنا معالم التوحيد العاشرائي الذي تجلت صورته مرسومة بالمظلومية وبالآلام التي لا مثيل لها على جوارح الحسين بعد أن أشرقت في جوانحه وهنا يتعانق التوحيد الجوانحي مع التوحيد الجوارحي ومر الكلام بهذا الخصوص وإن كان بنحو موجز في الحلقات المتقدمة حقيقة لا بد أن نعرفها ونحن نتحدث في جنبات التوحيد الحسيني المشروع العاشرائي وهو مشروع توحيدي بتمام معنى هذه الكلمة كما أن المشروع المهدوية الأعظم هو مشروع التوحيد في أجل صوره فحقيقة التوحيد لا معنى لها إلا في دين محمد وآل محمد إلا في دين العترة الطاهرة نبينا الأعظم حين قال لنا ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة فلن لن وهي للنفي التأبيدي فلن فلن تضلوا بعد أبدا إنه يتحدث عن التوحيد المحمدي إنه يوصينا بالتوحيد العلوي إنه يوجه أنظارنا إلى التوحيد الفاطمي هذا هو توحيد أئمة الأئمة أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة والتوحيد توحيدهم ولا يوجد توحيد في أي ديانة أخرى هذه ثقافة العترة الطاهرة هؤلاء هم أولياء الله هؤلاء هم أسماء الله هؤلاء هم حجج الله هؤلاء هم أبواب الله هؤلاء هم لسان الله الناطق هؤلاء هم عين الله الناظر هؤلاء هم أذنه الواعية ويده الباسطة ونعمته السابغة هؤلاء هم وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء فليس من توحيد إلا عبر هذه البوابة وليس من دين إلا بالتمسك بعروة هؤلاء هذا هو دين الله وهو هو دين محمد صلى الله عليه وآله التوحيد توحيدهم مسخفت أولئك الأعراب الذين يتحدثون عن التوحيد وينصبون أنفسهم أتحدث عن أعراب سقيفة بن ساعد وعن المذاهب العباسية الضال ينصبون أنفسهم على أنهم حماة التوحيد أي توحيد أي توحيد هذا توحيد الأعراب التوحيد توحيد محمد وآل محمد توحيد الكتاب والعتر ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا أما الأعراب فتوحيدهم توحيد رزية الخميس حينما قال عمر وصحابة معه إن الرجل ليهجر هذا هو توحيد الأعراب التوحيد الذي يريده الله هو توحيد محمد وآل محمد ولا بد أن تعرفوا من أن التوحيد ليس هو الله لا يضحكون عليكم التوحيد فكرة فكرة عن الله نأخذها من المعصوم من المعصوم فقط وفقط فنحن لا نعرف الله ولا يوجد أحد نحن نعرفه يعرف الله الجهة الوحيدة التي تعرف الله محمد محمد وآل محمد ولا نعرف غيرهم أحداً أحداً يعرف الله إذا ذهبنا إلى غيرهم فنحن مخبولون نحن مخبولون في أحسن أحوالنا أو أننا مرضى أو أن طينتنا طينة فاسدة نجسة قذرة نحن لا نعرف الله أنا أسألكم هل تعرفون الله ومن أين جئتم بالمعرفة ما هو طريقكم إلى الله نحن لا نعرف طريقاً إلا طريقاً واحداً هذا الطريق عنوانه محمد وآل محمد من هنا تأتي معرفة الله إذن التوحيد ليس هو الله لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن التوحيد هو الله التوحيد تفعيل تفعيل فهل أن الله تفعيل أم أن الله فاعل التوحيد تفعيل إنها عملية تفعيل عقائدي في العقول والقلوب التوحيد فكرة عن الله نتعلمها من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ويكون ذلك بتعليم منه وبتوفيق منه في الوقت نفسه هذا هو التوحيد ولذا فإن التوحيد له جذر ثابت لكنه متحرك فكرة التوحيد فكرة متحركة القرآن هو الذي يقول بهذا لست أنا لست أنا أنا لا أحدثكم عن توحيد مراجع النجف وكربلاء هؤلاء توحيدهم توحيد المعتزلة كتب مراجع النجف وكربلاء كتب المذهب الطوسي موجودة موجودة في المكتبات وعلى الإنترنت عودوا إليها وادرسوها بدقة لقد أخذوا التوحيد عن المعتزلة النواصب فما عندكم من توحيد إن كنتم درستموه في مدرسة دينية أو تعلمتموه من معمم من خطباء المنبر أو أخذتموه من كتاب من كتب المراجع أو استمعتم إلى برنامج في التلفزيون أو على الشبكة العنكبوتية هذا التوحيد ما هو بتوحيد العترة الطاهرة هذا توحيد المعتزلة توحيد المعتزلة حتى لو ذكروا لكم نصوصا عن أمير المؤمنين وعن إمامنا الصادق فإنهم يذكرون النصوص عن أمير المؤمنين وعن الإمام الصادق لكنهم يفهمونها وفقا للمذاق المعتزلي ويشرحونها وفقا للثقافة المعتزلية كتب العقائد التي تدرس في الحوزة منها ما هو للعلامة الحل ومنها ما هو للمقداد السيوري ومنها ما هو لمحمد رضاء المظفر ومنها ما هو لمحمد باقر الصدر ولغيرها أولى هذه الكتب لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة هذه كتب أخذت مضامين عقائدها من كتب المعتزلة وقد بينت هذا في ساعات مفصلة يمكنكم أن تعود إلى برامج المختصة بهذا الشأن كي تطلع على التفاصيل الموثقة بالوثائق والمبينة بالدلائل والحجج توحيد العترة لا وجود له في الوسط الشيعي توحيد العترة موجود في قرآنهم وفي حديثهم الآية الثالثة والعشرون بعد المئة بعد البسملة من سورة هود وهي الآية الأخيرة في السورة هذه الآية تمثل جذر التوحيد الثابت أما ما يتفرع عنها فإنه يكون متحركا نحن في مرحلة التأويل ومرحلة التأويل بدأت منذ بيعة الغدير مرحلة التنزيل انتهت انتهت منذ بيعة الغدير بيعة الغدير حد فاصل بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل ومرحلة التنزيل نسخت نسختها مرحلة التأويل ودخلنا في التأويل التدريجي تدريجي انه تأويل تدريجي لأن القرآن صريح في أن التأويل الكامل إنما سيبدأ في الظهور متى حينما يحين موعد الخلاص عند ظهور إمام زماننا وتلك المقدمة إنما يتكامل التأويل في أبهى صورة له في آخر عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى هذه الآية تمثل الجذر الثابت للتوحيد ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون هذا جذر التوحيد هذا الجذر الثابت وكل تتواصل بصيرته وعقله وقلبه مع هذه المضامين بحسبه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ما يتفرع على هذا الجذر يكون متحركا وقد يختلف باختلاف الأزمنة هذا إذا ما فهمنا الدين وفقا لثقافة العترة الطاهرة لا وفقا لدين الأعراب دين سقيفة بني ساعدة ولا وفقا لدين المعتزلة دين سقيفة بني طوسي وفقا لدين العترة الطاهرة فتعالوا معي تعالوا معي إلى سورة البقرة الآية الثلاثون بعد البسملة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الله سبحانه وتعالى حينما قال هذا الكلام للملائكة وكان إبليس من ضمنهم من ضمن الذين خوطبوا هل كانوا موحدين أم لم يكونوا موحدين ماذا تقولون قطعا كان الملائكة موحدين وكان إبليس موحدا أيضا الجميع كانوا على التوحيد وهذا هو توحيدهم الملائكة بيّنوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذا هو توحيدهم مثل ما يقولون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذا توحيد في هذه المرحلة ولكن حينما خلق الله أبانا آدم وأمر الملائكة بالسجود فإن التوحيد تغير مفهومه فإن التوحيد يكون بالسجود لأبينا آدم ولذا حينما رفض إبليس ذلك وصفه الله بأنه قصار كافرا قد خرج من التوحيد فإبليس لم يكن قد أنكر وجود الله ولم يكن قد شك في عظمة الله ولم يكن قد تغير فكره النظري وعلمه فيما يرتبط بصفات الله وكماله وجماله وجلاله وقدرته إبليس رفض أن يسجد لأبينا آدم رفض أن يكون مع التوحيد الجديد في الآية الرابعة والثلاثين بعد البسملة من سورة البقرة وَإِذْ قُنَّا لِلْمَلَائِكَةُ سُجُدُوا وإبليس من بينهم والخطاب خطاب تغليبي لأن إبليس ليس من الملائكة هو من الجن إن إبليس كان من الجن بصريح القرآن والخطاب موجه للمليارات وتريليونات من الملائكة وإبليس شخص واحد فالخطاب خطاب تغليبي وإذ قُنَّا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا هؤلاء انتقلوا إلى معنى التوحيد الجديد فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صار كافرا بعد أن كان موحدا لماذا؟ لأنه لم يتحرك مع مفهوم التوحيد المتحرك وهذا المضمون أيضا يتكرر في سورة صات الآية الثالثة والسبعون بعد البسملة والتي بعدها فسجد الملائكة كلهم كلهم أجمعون إلا إبليس إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين الملائكة صاروا موحدين متى؟ حينما سجدوا لأبينا آدم كانوا موحدين قبل السجود في مرحلة ما كانوا يسجدون فيها إلا لله فجاءت مرحلة جديدة أن السجود لأبينا آدم والتوحيد هو هذا ومن هنا فإن التوحيد ليس هو الله التوحيد تفعيل عملية عملية متحركة تفعيل تحريك تجديد فحينما سجدوا لأبينا آدم انتقلوا إلى مرحلة جديدة من مراحل التوحيد إبليس لم يقبل بذلك كان موحدا لأنه لم يتفاعل مع الفهم الجديد للتوحيد مع المرحلة الجديدة للتوحيد فوصفه الله بأنه قد كفر خرج من التوحيد التوحيد القديم انتهى نسخ نحن مع توحيد جديد ولذا فإن التوحيد في مرحلة التأويل هو غير التوحيد في مرحلة التنزيل ومن هنا فإن أئمتنا لم ينقلوا لنا تفسير النبي للقرآن في مرحلة التنزيل فإن النبي قد فسر القرآن بكامله لكن الأئمة ما نقلوا لنا تفسير النبي للقرآن بكامله لأن مرحلة التنزيل قد نسخت التوحيد الذي كان يناسبها هو غير التوحيد الذي يناسب مرحلة التأويل ومن هنا نحن نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه من أراد الله بدأ بكم وليس بدأ بالله لأن الله يريد التوحيد في مرحلة التأويل بهذا النحو من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم هذا هو التوحيد هذا هو توحيد العترة الطاهرة والذي يتنافر مع توحيد مراجع النجف وكربلاء بدرجة مئة بالمئة لأن توحيدهم توحيد المعتزلة وما هو بتوحيد العترة الطاهرة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين في سورة الأعراف في سورة الأعراف القرآن يحذرنا القرآن يحذرنا إنها الآية السابعة والعشرون بعد البسملة يا بني آدم الخطاب لنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إلى آخر ما جاء في الآية يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة مشكلتنا مشكلتنا في ديننا هي هذه مشكلتنا في ديننا هي هذه الشيطان يريد مننا أن نكون على دينه على توحيده نواصب سقيفة بني ساعدة يريدون مننا أن نكون على توحيد مرحلة التنزيل ويا ليتها بقيت لقد حرفوها أما مراجع النجف وكربلاء فهم في حيرة من أمرهم يقدمون قدما إلى مرحلة التأويل ثم يجرونها فيعودون أدراجهم إلى مرحلة التنزيل وبقوا في حيرة من أمرهم لا هم على دين سقيفة بني ساعدة بشكل كامل ولا هم ذهبوا وراء أئمتهم صنع لهم الشيطان دينا غريبا دينا مسخا هذه مشكلة البشرية عموما وأنا هنا لا أريد أن أتحدث عن مشكلة البشرية عموما أتحدث عن مشكلتنا نحن نحن الذين نقول إننا شيعة للعترة الطاهرة إذا ما أخذتكم إلى سورة الفتح فتعالوا معي نقرأ هذه الآية إنها الآية الرابعة بعد البسملة والآية التي بعدها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هذا في مرحلة التنزيل في زمان النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما الكلام واضح حديث عن المؤمنين زمان النبي زمان مرحلة التنزيل وكل هذا المديح دقق النظر في الآيتين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لأي شيء ليزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما والعاقبة ما هي بالنسبة لأولئك ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما هذا الذي يناسب تلك المرحلة ثم تقول الآية العاشرة بعد البسملة من السورة نفسها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما إلى أن تقول الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة من السورة نفسها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم وأثابهم فتحا قريبا إلى كثير من الآيات التي لسانها هذا اللسان من أنهم موحدون من أنهم مؤمنون ولكننا إذا وجهنا نظرنا إلى سورة المائدة وإلى الآية السابعة والستين بعد البسملة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته تغير مفهوم التوحيد تغير مفهوم التوحيد فهذا التوحيد الذي تحدثت عنه سورة الفتح ومدحت أصحابه بكل ذلك المديح ها هو المفهوم يتغير بالضبط كحال الملائكة الملائكة كانوا موحدين وإبليس كان موحدا تغير مفهوم التوحيد الملائكة ذهبوا مع المفهوم الجديد وإبليس أبى فصار إبليس كافرا في مرحلة التنزيل كان التوحيد يناسب تلك المرحلة إلى أن جاءت بيعة الغدير كي تبدأ مرحلة التأويل وقالها رسول الله لأمير المؤمنين ستقاتلهم على التأويل تقاتلهم على المرحلة الجديدة على الدين في برنامجه الجديد كما قاتلتهم أنا على التنزيل فإن النبي لم يقاتلهم على القرآن كان القرآن جزعا من مرحلة التنزيل النبي قاتلهم على الدين كله حينما كان في مرحلة التنزيل وعلي كذلك قاتلهم على الدين كله عندما صار الدين في مرحلة التأويل وإنما بدأت مرحلة التأويل منذ بيعة الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فكل المفاهيم لا قيمة لها إلا وفقا للفهم الجديد للتوحيد والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين كحال إبليس هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالدين في المرحلة التأويلية هؤلاء كفار كحال إبليس مع أنهم يؤمنون بما كان عليه الدين في مرحلة التنزيل الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم كفروا بماذا؟ كفروا ببيعة الغدير اليوم أكملت لكم دينكم أكان المسلمون على دين قبل بيعة الغدير أم لم يكونوا؟ كانوا على دين وكان دينا مقبولاً لكن مفهوم التوحيد تغير حكاية الملائكة وإبليس وأبينا آدم هي هي تلك الحكاية تشرح الحقيقة الكاملة لدين الله على وجه الأرض نذهب إلى فاصل اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون الذين كفروا ببيعة الغدير اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ألم يكونوا على الإسلام قبل بيعة الغدير؟ كانوا على الإسلام قبل بيعة الغدير ولكن بعد بيعة الغدير تغير مفهوم الإسلام وإنما تغير مفهوم الإسلام لأن مفهوم التوحيد قد تغير فالدين مبني على كلمة لا إله إلا الله مفهوم التوحيد قد تغير ماذا نقرأ في الآية السابعة والخمسين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إنها ظلمات الجهل إنها ظلمات الشرك فإن الله يخرج الذين آمنوا من ظلمات جهلهم من ظلمات الضلال من ظلمات السفاهة إلى النور هذا الكلام واضح والذين كفروا هل هم الذين كفروا الذين كانوا يعتقدون بالأصنام مثلا يعبدون الأصنام والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إمامنا الصادق يقول وأي نور للكافر حتى يخرج منه إلى الظلمات هذا نور مرحلة التنزيل هذا نور مرحلة التنزيل فحينما رفضوا مرحلة التأويل ما بعد بيعة الغدير فخرجوا من النور إلى الظلمات من نور مرحلة التنزيل إلى الظلمات إلى ظلمات مرحلة الكفر بالتأويل ستقاتلهم على التأويل الذين يقاتلهم علي هؤلاء هم الذين خرجوا من النور إلى الظلمات وإلا لا معنى للآية إلا هذا المعنى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فالتوحيد في مرحلة التنزيل له خصائصه لكنه مفهوم متحرك هناك جذر ثابت بينته لكم قرأت لكم الآية الأخيرة من سورة هود هذا هو الجذر الثابت للتوحيد ولكن التوحيد على مظاهر مظاهر التوحيد تتحرك تختلف التوحيد في زمن الباقر هو غير التوحيد في زمن الصادق لماذا؟ لأن الشيعة في زمن الباقر تتوجه إلى باقر العلوم وفي زمن الصادق تتوجه إلى صادق العترة الأطهار والتوحيد في زماننا في زمان الغيبة مظهره إنما يتجدد في توجهنا إلى إمام زماننا أي نوجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ما جاء في الآية الثامنة والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام إنه قانون الغيبة والظهور المظهر الأجلى من مظاهر التوحيد في زماننا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل إنه التوحيد في زمان الغيبة عبر معرفة إمام زماننا وعبر العمل للتمهيد لمشروعه العظيم هذا هو التوحيد مثل ما حددتكم قبل قليل عن التوحيد الجوانحي والتوحيد الجوارحي فما كان في عاشوراء من أصحاب الحسين هذا هو توحيدهم هذا هو توحيدهم والحسين أسوة لنا توحيدنا في زماننا أن نعرف إمام زماننا وأن نعمل في خدمته مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يرسم لنا برنامج التوحيد لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي إذن أين التوحيد في حياة الصادق إذا كانت حياته كلها ستقضى في خدمة قائم آل محمد خدمة قائم آل محمد هو التوحيد بعينه ولا يوجد توحيد آخر يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون الملائكة كانوا موحدين ولكنهم وقفوا بين حد التوحيد والكفر حينما أمرهم سبحانه وتعالى بالسجود لأبينا آدم فسجدوا فصاروا موحدين انتقلوا إلى التوحيد الجديد أما إبليس رفض السجود لأبينا آدم فانتقل من التوحيد السابق إلى الكفر الجديد والحكاية هي هي في بيعة الغدير الذين آمنوا ببيعة الغدير من أمثال سلمان والمقداد وأبي ذر هؤلاء انتقلوا إلى التوحيد الجديد والذين كفروا ببيعة الغدير انتقلوا إلى الكفر الجديد أما التوحيد السابق فلا قيمة له فلا قيمة له الحكاية هي الحكاية والقوانين هي القوانين والأمر هو هو مع إمام زماننا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هذه الرواية التي أقرأها عليكم من الجزء الأول من تفسير البرهان وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية هذا الجامع لهاشم البحراني والطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان إنها الطبعة التي تتألف من ثماني مجلدات في صفحة السابعة والخمسين إنه الحديث الحادي عشر عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه نحن أصل كل بر هم أصل الأصول نحن أصل كل بر هم أصل الأصول ومن فروعنا من فروعهم ومن فروعنا كل بر ومن البر من البر المتفرع عنهم ومن البر التوحيد والصلاة والصيام إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف فالتوحيد فرع من فروع برهم ألا تلاحظون أن المنطق واحد ما ينطق به القرآن هو هو الذي تنطق به العترة الطاهرة والحقائق واضحة لا تحتاج إلى كثير من التأمل أو التعمل أو الجدل نحن أصل كل بر ومن فروعنا كل بر ومن البر التوحيد والصلاة إلى آخر ما جاء في الحديث فالتوحيد هو فرع من فروع برهم الفروع متحركة الفروع ليس ثابتة الأصول ثابتة ومن هنا فإن التوحيد فكرة عن الله نأخذها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وهذه الفكرة قد تكون في هيئة في زمان الباقر تختلف عن الهيئة لها في زمان الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا علل الشرائع من كتبنا القديمة من كتب الصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة في الجزء الأول من علل الشرائع في الباب التاسع الباب التاسع عنوانه علة خلق الخلق واختلاف أحواله الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خرج الحسين بن علي على أصحابه نحن نتحدث هنا عن التوحيد الحسيني هذا هو التوحيد الحسيني بدأ الكلام قبل قليل عن التوحيد الجوانحي وعن التوحيد الجوارحي في ساحة عاشوراء إنه توحيد أب السجاد وها هو أب السجاد يبين لنا حقيقة التوحيد خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس هذا بيان للجميع لي ولكم وللآخرين أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه هذه علة خلقنا قطعا في جهة من جهاتها حكمة الله واسعة لا نحيط بها والأئمة يبينون لنا ما يبينون بحسب مداركنا أيها الناس أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يبنى رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله المدار كله حول معرفة الله ومعرفة الله توحيده قال معرفة فقال له رجل يبنى رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله قال معرفة أهل كل زمان إمامهم إمامهم الذي يجب عليهم طاعته أعتقد أن صورة صارت جلية فهذا هو التوحيد الحسيني الأصيل ما تعرفونه من توحيد إنه توحيد المحتزل هنيئا لي بهذا التوحيد وللذين يوحدون الله بهذا التوحيد وهنيئا لكم يا أتباع المراجع بتوحيد المعتزلة المعتزلة النواصب نذهب إلى فصل